طالب سكان قرى وبلدات جنوب الموصل طالبوا الحكومة بتكثيف الجهد الهندسي وإزالة المخلفات الحربية عقب انتهاء العمليات العسكرية وأكد العائدون إلى مناطقهم وقوع قتلى وجرحى بصفوف المدنيين نتيجة انفجار العبوات الناسفة والمنازل الملغمة مطالبين الحكومة بإزالة تلك المخلفات وتوفير الخدمات الأساسية لهم من ماء وكهرباء أكو مخلفات باقية مع عبوات أكو صواريخ ممفجورة أكو على أطراف القرية بالذات يعني المناطق اللي أطراف القرية خلي نقول يمكن يدرون الضحايا راح بيها هاي قبل تقريبا الأسبوع الفات يعني الستة طقت عليهم ثنين منعدهم استشهدوا وغير الأضرار وقبلها نفس الشيهام تسعة نحن دخلنا ويجيش والمقاوية وحررنا القرية ونقصتنا يعني جهد هندس هريل نطالب العبوات يعني عوائلنا لو صراحة طالحنا 12 جارة و12 قتيل يعني راحتنا عوائل بعض بيوت السنفخخة وآكم فاق ونحن نطالبنا الحكومة دعم نفط عزنة غازي عزنة كل شي يعني مواد قذائية عزنة محتاجين يعني دفعا من الحكومة تدفعنا متنه لكنه اشتركوا في القناة